أتعامل مع النص أقرأ النص قراءة صامتة ثم أجيب عن الأسئلة الآتية النص ها قد شرفنا اليوم على أبواب عطلة النصف الثلاثي الثاني من السنة الدراسية وبينما كنت جالسة عند طاولتي أسطر بعض البرامج وأخطط لجملة من البرامج وفيما سنفعله خلال هذه الأيام فغدا هو آخر يوم لنا في المدرسة آتاني أخي أحمد وفي يده رسالة وعلامات السعادة تغمر وجهه وهو يقول لي أبشري يا أختاه لقد وصلتنا رسالة من جدة الحبيبة تدعونا فيها لقضاء هذه العطلة في الريف معها أين سننعم بجو مريح ومنظر بهيج وغذاء طيب مريء ونلعب في فضائه الرحب ونأكل الخبز العربي الذي طالما كانت تعده لنا الجدة ووصل حديثه ذاكرا تلك الأوقات الممتعة التي كنا نعيشها من حين لآخر في بيت جدي رحمه الله ومن الغد هممنا إلى المدرسة لإجراء آخر اختبار لنا لهذه الثلاثية أين ودعنا إثره أصدقاءنا وتوجهنا مباشرة نحو الريف أين تنتظرنا جدة الحبيبة وأخيرا ها قد وصلنا زيعة جدي أين استقبلتنا الجدة هاشة باشة ووفرت لنا كل وسائل الراحة وذات يوم كنا وأخي أحمد الذي كان في العاشرة من عموره نرعى البقرتين بين سخور تكدس بعضها فوق بعض على شفا واد بعيد الغور وإذا بطائر يحوم فوقنا ثم لا يلبث أن يدخل فجوة واسعة في وسط صخرة عالية ينبعث منها صفير خافت وبعد لحظات خرج منها الطائر وحلق بجناحيه بعيدا فهدأ الصفير قال أحمد أعتقد أن وكر الطائر موجود في تلك الفجوة ثم وثب إلى حيث الصخرة الرهيبة دون أن يكترس لخطورة ذلك فقد كان متأكدا من وجود فرخ فيه وأخذ يبحث عن وكر الطائر في تلك الفجوة وما هي إلا لحظات حتى عاد إلي حيث كنت أراقب البقرات وهي ترعى لكن لم يكن وحيدا بل كان يحمل بين كفيه فرخين صغيرين لذلك الطائر على ما يبدو أنهما حديثي الولادة لم ينمو عليهما الريش بعد وقال لي انظري يا أختي لقد تخلت عنهما أمهما وتركتهما وحيدين في العش فلم أستطع أن أتركهما هناك لوحدهما فضحقت عليه وقلت له إذا وجدت أي فرخ وحيدا في العش فلا تفترض أن أمه قد تخلت عنه على الأرجح أنها خرجت لتبحث عن الغذاء لفراخها وستعود في وقت قريب أجابني وهو متأثر لحال الفرخين ولكنهما كان يصرخان وكأنهما يناشدان عندئذ قلت له ليهم كم يغرد أو يصرخ لا تبعد الفرخ عن عشه أبدا فكر في الأمر كأنك تخطفه من والديه فالأم لا تتخلى عن صغارها مهما كلفها ذلك حينئذ تقطأ أخي أحمد رأسه وأعاد الفرخين إلى وكرهما دون أن ينبس بكلمة اهتمت الجدة بحفيديها أستخرج من النص ما يدل على ذلك الإجابة الجملة الدالة على اهتمام الجدة بحفيديها استقبلتنا الجدة هاشة باشة ووفرت لنا كل وسائل الراحة كيف اهتدى أحمد إلى وكر الطائر؟ أحدد من النص ما يدعم إجابتي الإجابة اهتدى أحمد إلى وكر الطائر عندما رأاه يحوم فوقهما ويدخل تلك الفجوة المتواجدة في وسط تلك الصخرة وإذا بطائر يحوم فوقنا ثم لا يلبث أن يدخل فجوة واسعة في وسط صخرة عالية ينبعث منها صفير خافت وبعد لحظات خرج منها الطائر وحلق بجناحيه بعيدا فهدأ الصفير قال أحمد أعتقد أن وكر الطائر موجود في تلك الفجوة كيف عرف أحمد أن بالوكر فراخا؟ أستدل على ذلك بقرائنا من النص الإجابة عرف أحمد أن بالوكر فراخا لأنه كان يسمع صفيرا ينبعث منه وإذا بطائر يحوم فوقنا ثم لا يلبث أن يدخل فجوة واسعة في وسط صخرة عالية ينبعث منها صفير خافت وبعد لحظات خرج منها الطائر وحلق بجناحيه بعيدا فهدأ الصفير قال أحمد أعتقد أن وكر الطائر موجود في تلك الفجوة ثم وثب إلى حيث الصخرة الرهيبة دون أن يكترث لخطورة ذلك فقد كان متأكدا من وجود فرخ فيه وأخذ يبحث عن وكر الطائر في تلك الفجوة تمكن الراوي من إقناع أخيه أذكر ما يدل على ذلك الإجابة ما يدل على تمكن الراوي من إقناع أخيه هي القرينة التالية عندئذ قلت له لا يهم كم يغرد أو يصرخ لا تبعد الفرخ عن عشه أبدا فكر في الأمر كأنك تخطفه من والديه فالأم لا تتخلى عن صغارها مهما كلفها ذلك حينئذ تقطأ أخي أحمد رأسه وأعاد الفرخين إلى وكرهما دون أن ينبس بكلمة أقرأ ما يأتي ثم أبدل الأوصاف المتعلقة بالمكان ليصبح مزرعة كنا نرعى البقرات بين سخور تكدس بعضها فوق بعض على شفا واد بعيد الغور الإجابة كنا نرعى البقرات في مزرعة على شفا واد بعيد الغور أستعمل قواعد أتأمل المشهد الآتي وأكون فقرة تتضمن ثلاث جمل اسمية على الأقل ثم أسطر المبتدأ الإجابة عاد حامد ذات يوم من عمله فإذا به يسمع صوت ضجيج منبعث من الحديقة البيت خال لا الزوجة ولا الأولاد فيه حتى أثاره الفزول وشغل باله فأطل على الحديقة وقال مندهشا ماذا يحدث هنا لما كل هذا الضجيج أجابه أحمد إننا بصدد تنظيف الحديقة سويا سارة وسوار يجمعنا الأوراق المتساقطة على الأرض أمي تشطب الأرض وأنا أحمل الأكياسة وأضعها هناك ليتم التخلص منها لاحقا تحمس حامد لعمل العائلة فقال سأشارك في حملة التنظيف هذه تحركوا في القناة تحركوا في القناة تحركوا في القناة حتى قاموا عليكم مع كانشون في القناة ولتمبع ك tayاتاتي اشتنيّ ربكو